اشكرك عني موسى على فكرة بقى حكاية الشغالة دي مش هتنفع فوزي مو نعاوز نعمل ايه بس انا عايزك تتجوز ايه؟ بتقول ايه؟ اتجوز يا راكي اه تتجوز بشي هدي الاصول ولا ايه؟ لا اصول ايه بس انا 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 مراتي لسه متكملتش سنة وعاتين يعني عاتين بصراحة انا ليه متطلبات معينة في الزوج اللي انا اختارها يعني سلام كل يدي يا سيدك اللي انا متطلبات خاصة في الزوج اللي احنا عايزين ايه يعني هدوط البلابين عصور ايه يا سيدة متطلباتك؟ يعني يكون شكلها مربول جميلة يعني شخصيا ايه ايه يعني ومتوسطة في السنة ايه يعني كل الحاجات دي هتلاقيها وكتير كمان احنا هندغل نفسين اللي ايه؟ انا هكلم نوها هلا انت وقت لك ايه جد ولا ايه؟ اه طبعا عدوشان انت هترتاح وبعدين انت متصالة من المسال دي بس ساهل كده ايه؟ ازاك يا نوه؟ وانت كمان وحشاني؟ اسمعي بقى ستي احنا عايزين عروسها لفوزي ميه؟ والله فكرة مش مطالة لا طبعا موافئ تعزميها بكرة على الغداء على العشاء على شاي على اي حاجة لا لا هتوافئ معي عدل وحدها طيب لا سيبيني بقى دلوقتي عشان اكمل كلامي مع فوزي ايه الحكاية؟ الحكاية يا سيني ان في واحدة جاريتنا فيها كل المواصفات اللي حضرتك عايزها جميلة ورشيقة ومتوسطة في العمر والا اهم من ده وده بقى ان اخيها كويسة وست محترمة ومعها يرشين قد كده مش مطالين بالله دي مسألة ما تخصنيش دي حاجة بتاعتها هي اه بالمناسبة انا عاوز اعمل مشروع هنا ايه رايك؟ مشروع زي ايه؟ يعني انا مش عارف لسه ايه المشاريع اللي ممكن تمشي هنا في البلد؟ يعني كل مشروعه على حسب رأس المال اللي هتحط فيه يعني انا الحمد لله كويس اعمل على الأم ممكن افكر وبعدين ما تتصرعش لان دي تحوشة العمر يا حبيبي يا سيدي الله جاب، الله خد، الله عليه العوض يعني انا حكاف علي على الوريس يعني من بعدي ليه انت الشعب ده فوزي؟ يا رجل ده انت هتبقى عريس قريب وعدين لسه الدنيا حلوة يعني هي حلوة في عنين اللي بيحبوها طب يلا قم بينا علشان نعد على مشروع جديد الشركة عاملة امسك يا سامنصور تشكرين يا ساعة البيت من اخدت كتير امسك بس خلاص يا سامنصور خدهم من فوزي بيه تشكرين اوي يا ساعة البيت خد عندها اربعين سنة ومخلفها ولدين يعني بالشكل ده باش مهندس مش هنقدم نسلم المسروع في المعادل اللي منتفيين عليه ودي مسئولياتك والله يا ابن الشال يا فنديم وردتين طيب شد دحيرك هو المشروع ده عبارة عن ايه بصدر ده يا سيدي مستشفى للاطفال مشترك فيه مجموعة كبيرة اوي من المستثمرين المصريين وانت مشترك؟ اه طبعا تحب تدخل معنا؟ اوي ياريت تتكلم جدا انا بتغذر طبعا مال انا يعني بغذر في كلامنا صدر صدر اللي يا رحمة ورحمة ورحمة دول اللي الاستاذ خالد يشتري بيهم اللي هو عوضة حبينا خليك يا بابا ودول بقى لساوسا هاني شكرا يا بابا اما دول بقى فلحمة بيه حبينا خليك يا بابا شليهم معاك يا ماما حاضر يا حبيبتي انا دوري فين؟ انت بقى يا سي عمر انا بنفسي اللي حنزل اشتريلك كل اللي طلبته مني بقى بجد يا بابا؟ بجد يا سي عمر يلا يا أولاد على مذكرتكم هو حد منكم يقول له دروس فصية دروس او انا موجود ربنا يا خليك يا خالد يلا خد اخوتك واذكر لهم يلا يلا على جوه يلا يلا يا عمر يلا يلا كلهم مذكر يلا على جوه اه ودول بقى لي كنت يا سيتي الكل؟ لا يا ابو خالد خليهم معاك هعمل بيهم ايه؟ وبعدها احنا ضامنين الراجل اللي بيدك الفلوس الأجنبية يفضل اجيلك يا سيتي على العموم هو راجل طيب بس على رأيك والله يا أصيلة محدش ضامن الراجل ده بعد ما هتجوز هيعمل ايه؟ يلاوي هو هيتجوز؟ انا سمعت حسان بيه؟ بيقول له عروسة عمرها خمسة واربعين سنة وعندها ولدين عندها خمسة واربعين سنة وعاوزة تتجوز ايوها أصيلة ما هم بيقولوا انها حلوة قوي حتى لو كانت حلوة قوي يعني لو انا يا أصيلة جرى لي حاجة ايه؟ فلا الله ولا فالك اوها هتكملها بقولك يا عزين قض الليلة حلوة يا أصيلة هو في حد يعيش العمر كله اهي ناس بتوصل ناس ونعم بالله انا موتش حاجة بس ربنا يخليك ليا وخليك لولادك من كلوم واميش وجزمة وشرب ومريالة وشنطة ايه يا أخي اللي انت بتكتبه ده؟ بكتب الحاجات اللي هشتريها تشتريها؟ مبسوط يا عمر؟ او يا بابا وعاوز لما هشتريها اروح معاك الفلا الفلا؟ الفلا اللي انت هتروح مش معنى النهاردة هتروح معا الفلا؟ ما نبغدك معايا؟ يلا يا ماما يلا يا ماما يلا يا ماما زي اللي قرص وطعبان عشان ايمان يشوبني بالهدوم الجديدة مش بالهدوم اللي انت جبتها منه ماشي يا عمو عمر وانا موافق اخدك معايا انا بتفهم ايه اخر ضلعك في العيال ده؟ كل واحد يقولك حاجة تقوله حاضر انا كنت يا ماما بس واحد او بابا باتبعه معا بعد اللي زعالك بس اما حاجة غريبة واللهي حاجة غريبة غريبة؟ ماشي دي بتغير منك عشان انا بحبك اكتر انا بغير منك يا وانت؟ طيب ماشي حاضر ان ما وريتك معلش يا قصير سامح المرات عشان خطر؟ سامح يا بو خالد عشان خطرت ماشي انت عارض انا بابا انا ماشيبات عشان اخبك حلبتك بالله حلبتك بالله اهو 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 ايه رأيك في الاكل يا سيس خوزي؟ مش قادر اقولك طعم قد ايه؟ بحضرتك يا مادام سارة لا ده انا من كدر جماله قعدت ااكل محسدش بنفسي ده حيستلزم مني ماشي في النادي جامد قوي عشان احرق اللي كانت الحقيقة كويس قوي مادام سارة ان حضرتك يعني مهتمة بالرشاقة وبالرياضة طبعا نازم اهتم بالرياضة ما سبش نفسي ده جدا قاعد ياكل وادخن بعد انا دول عرجين ايه يا فوزي انت مفكرتش في مصروق اه الحقيقة لسه مش انا ايه لك تفكر لي لا يفكر لوحده مايصحش مش كده ولا ايه سارة؟ اه طبعا حضرتك لازم تفكر في المشروع اللي انت عايز تعمله بعدين تعمله دراسة جدوى بعدين تقرر تاخده ولا لك ما شاء الله هاي الكلام الصح المضبوط ما هياصل مدام سارة سيدة اعمال اه اه كويس ما شاء الله لا ونجحة جدا في شغلة ما شاء الله الله اكبر قلقا يا رائحة جدا انت ما بتشاركوش بعض ليه والله يا ريت انا ما عنديش مانا كده بسرعة احنا مش اتفقنا نفكر الاول ونعمل دراسة جدوى بعدين قرر اه فاتتني دي قولي انت شايف ايه انا شايف انه ملاقيينها على بعض اول انا كمان ومتهايه ممكن انكبز نلاحظ انه ما اجاب بيها جدا لا انا لاحظت كمان لما اديها الكارت بتاعه هي كمان قدته الكارت بتاعها انت بولي فيها ايه دي فيها بقى انها لو ما كانش عازاة ما كانش قدته الكارت بتاعها صح ولا لا صحي ومليون صحي كمان ولقى صحي بقى يا حلوة انهم خرجوا من هنا سوا سوا انا اتطلقت بالخمسين ليه يعني نصيف طيب والولاد معاه الكبير عنده 12 سنة والصغير عنده 10 سنة وقاعدين مع ابوهم ومرطفهم اه هو متجاوز؟ اه عايشين معاه في اسكندرية افضلي بشوفهم يومين في الشهر وبيكونوا اسعد يومين في حياتي شبهك؟ يعني هم شبه ابوهم اكتر الصغير مرتبط بي ابو بيكلمني كل يومين لكن الكبير مرتبط بابوه اكتر ليه ما قاعدوش معاكي مادام انت مش متجوزة؟ صمي والكبير حبي يقعد مع ابوه وانا ما حبيتش افرق من اللي أخذت تفكير سليم طبعا طيب انت ليه ما تجوزتيش؟ يعني كده احسن احسن؟ احسن ليه؟ يعني احتمال ما لقدش الانزان ليعجبني ايه شغلة خدمي؟ لا ارجوكي قوع تخلي شغلك ياخدك من حياتك ما تعمليه زي انا ما عملت في الاخر حتندمي لازم تخرجي وتتفسحي وتصهاري عارف انا بقاني مدة طويلة جدا ما صارتش برا البيت مش عارفة يعني انا وفقت بصهار عليه لما قلت لي تعالي نقعد في حدة غريبة ولا غريبة ولا حاجة انت حسيتي ان انا يعني وحداني حروح البيت ابص في الحيطة وانت كمان ايوا كده اتحكي خلي الدنيا كلها تتحكلك بقول ايه تسمحيلي ان انا ابقى اكلمك في التليفون اوكي وانت كمان يا ريت اسمع صوتك اه اه تحب تشربي ايه اي حاجة اللي تطلب منه اطلب لي معك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة